أكد مصدر رسمي مسؤول أن الأردن مستمر بدوره الإنساني تجاه الجرح السوريين من حيث إدخالهم إلى المملكة وتقديم الرعاية الصحية لهم هذا والمصدر أوضح لرؤية أن إدخال الجرح السوريين لم يتوقف رغم إغلاق الحدود في أعقاب الهجوم الإرهابي على نقطة لحرس الحدود في شهر حزيران الماضي والذي راح ضاحيته سبعة شهداء من الجيش الأردني يأتي ذلك في وقت تناول فيه نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات المسلحة الأردنية لا تزال تستقبل الجرح من الجانب السوري للعلاج فيما لم يتسنى لرؤية التأكد من صحة ما تناقله النشطاء حول إدخال جرح مؤخرا إلى المملكة